غزة هي بؤرة ساخنة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر 2023 طبعاً احنا نكلم نتين عن غزة وأنباء غزة يعني بتتواطر يعني عدد ضحايا ما يقرب من 42 ألف تدمير البنية الأساسية في غزة تدمير المساكن نزوح أكتر من 90% من السكان عدة مرات داخل غزة مش مرة واحدة ولا اتنين يعني الخرائط العمرانية انتهت في غزة تقريباً يعني لو بصينا على الخرائط العمرانية انتهت وإسرائيل بتعيش أزمة كيف تتعامل مع قطاع غزة طبعاً المساعدات الاقتصادية أو المساعدات الإنسانية قليلة جداً بشهادة التقارير الدولية الوضع الصحي متدهور جداً في قطاع غزة إسرائيل اللي أصبحت دولة صاحبة الولاية العسكرية أو القوة الاحتلال لغزة تريد أن تحافظ على ما تصورت أنه تحقق لها في غزة فبتواجه تحديات كثيرة جداً وما فيش جيش يعرف يحرب لمدة سنة وزيادة يعني زي إسرائيل بهذه الطريقة طبعاً بعد اغتيال يحيا السنوار في اتجاهات عند مجتمع الدولي والولايات المتحدة صراحت وإسرائيل وأماكن كثيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق اتفاق لوقف إطلاق النار ومسائل تتعلق بالرهائن الإسرائيل لدى حماس والأهم من هذا وزاك يعني هو ما هو مستقبل غزة من سيحكم غزة يعني في الظل رفض إسرائيل لحل الدولتين ورفض إسرائيل لوجود السلطة الفلسطينية في غزة طبعاً دول الأخرى في المنطقة لن تتعاون مع إسرائيل إذا ظلت على هذا المنطق أو على هذا النهج يعني يعني لابد في النهاية إيجاد شكل ما للحكم المستدام في غزة في إطار تحقيق الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين إلى الوقت المتحدة نفسها والقوة الدولية بتتكلم عنه منذ يومين جي وفد من حماس إلى القاهرة برئاسة خليل الحية والتقى مع وفد أمني مصري رفيع المستوى وبحث مسألة الهدنة ومسألة الرهائن وإحنا عارفين أن مصر وقطر بتقود محاولات مهمة جداً للوصول إلى هذا الاتفاق طبعاً الغرض الأساسي هو يعني إيقاف القتال والحفاظ على الشعب في غزة وأيضاً دفع للأمام لمسائل إعادة إعمار غزة وإدخال المساعدات الإنسانية مصر على موقفها السابت منذ بداية العمليات مسألة إيقاف إطلاق النار لا لتهجير السكان المساعدات الإنسانية التي أحتاجها سكان القطاع يعني مصر سابتة على موقفها في كل ما تقوله هذا ما صرحت به القيادات المصرية الأيام الماضية بعد لقاء الجانب الفلسطيني بن يمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل حية كهود مصر التي تبغى إلى الوصول إلى اتفاق في هذا الخصوص في أنباء أنها يبقى فيه تحركات أكتر تستضفها قطر وأعلم بن يمين نتنياهو أنه سيتوجه رئيس الموساد إلى قطر لموصلة الحديث في هذا السياق ففيه جهود بدأت تتحرك مرة أخرى ويعني بدأ الأمل يتجدد فيه إمكانية الوصول إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية والتفكير بقى في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي على غزة بكل هذا الضمار الهائل سواء كان في البنية الأساسية أو في العمران أو في البشر الذي حدث هو السؤال طبعا هو سؤال صعب هو سؤال اليوم التالي اللي دايما كانت الناس بتتكلم عليه يعني كل هذه الجهود التي ترمي إلى الوصول إلى اتفاق لتسوية الأوضاع في غزة من سيحكم غزة؟ ده سؤال مهم جدا كيف سيتم إعادة إعمار غزة؟ سؤال تاني السؤال التالت ما هو مستقبل الوضع السياسي داخل غزة بعد كل التدمير والخرابة الذي حدث السلطة الفلسطينية في غزة ما هو أفاق هذا المستقبل؟ متى تخرج إسرائيل خارج غزة وتوقف عدوانها؟ وتنتهي القصص اللي احنا دايما والتصريحات اللي احنا بنسمعها لما يطلع وزير المالية الإسرائيلي هو رجل متطرف معروف يعني يتحدث عن ضرورة الاستلاء على غزة وملأها بالمستوطنات يعني إذا نحن نتكلم على مسألة معقدة جدا يحدث كل ذلك في ظل انشغال أمريكي بالانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمريكية على الأبواب وفيه انشغال شديد جدا في الدواءة الأمريكية صيح وزير الخارجية الأمريكي كان بيجري محادثات أيام ماضية واتصالات لكن واضح إنها في الفترة الأخيرة قبل الانتخابات الانتخابات طبعا يعني واضح إن هي غير معروفة الملامح أو غير محسومة حتى الآن ما بين هاريس وترامب إلى أي حد سيحسم المشهد الانتخابي الأمريكي وأنا يعني أتصور أن بنيمين نتنياهو يلعب في هذه المساحة يريد أن يحرز أكبر قدر من الانتصارات قبل أن تستفيق الإدارة الأمريكية الجديدة ويبدأ ترتيب الأوضاع رغم أن الإدارة الأمريكية حتى الإدارة الديمقراطية لم تمارس عليه ضغوط شديدة لكنه يتصور ربما أن ترامب سيعطيه مساحات أوسع من تنفيذ مخططاته أو الاتساع في ممارسة العدوان فطبعا المشهد مضطرب جدا في الشرق الأوسط سواء كان في لبنان أو غزة المشهد الدولي فيه انشغال إلى حد ما بالانتخابات الأمريكية ولا يحد سينتهي هذا الموقف المتفجر في هذه المنطقة خاصة في ضوء تلويح إسرائيل المستمر يعني بقى لها ثلاث أسابيع أو شهر بتتكلم على الضربة لإيران الرئيس الأمريكي بيتكلم عن أنه هو بيتفاوض مع تانياه على الضربة الإيرانية وقال له ابعد عن المنشآت النووي الخليق قلق جدا من مسألة استهداف منشآت نفطية إيرانية إيران وزير خارجية قام بجولة مكوكية في منطقة الشرق الأوسط للحديث حوله أن إيران لا تريد أن توسع من نطاق عملياتها واضح أن إسرائيل أيضا بتلاعب إيران بصورة أو بأخرى في كل يوم تصريحات مختلفة اقتربت الضربة الإسرائيلية إسرائيلي بتخطط لهذه الضربة خلال أيام المجلس الأمن المنعقد الأمن المصغر في إسرائيل هناك تفويت بياخده يعني كل دي أخبار عمالة تتداول ومن ناحية الثاني إيران بتتكلم على أن هي هترد بمقدار الضربة الإسرائيلية لها يعني إذن ما بين وضع داخل الشرق الأوسط ملتهب ما بين وضع في الجبهة الإسرائيلية الإيرانية أيضا ملتهب اللي ممكن برضو الأمور تتفجر كل ده في ظل انشغال دولي أو انشغال من القوى الأكبر في العالم الولايات المتحدة بما يحدث داخل البيت الأمريكي من الانتخابات الرئاسية وانتخابات أيضا الكونجرس الأمريكي في الأيام المقبلة طبعا الوضع صعب ومعقد ووضع غزة صعب لكن ربما التحركات الأخيرة فتحت الباب أمام بارقة أمل إلى إنهاء المعاناة في غزة وإنهاء الحرب والاعتداء والقتل في غزة وفتح المجال أمام مساعدات إنسانية وإعادة إعمار غزة في المرحلة المقبلة أو الفترة المقبلة ننتظر لنرى ونتمنى أن تنتهي معاناة أهل غزة